السلام عليكم ورحمة الله دعنا نتعرف على كروت انفيديا الجديدة RTX 4060 RTX 4060 Ti في الميار 20 ثانية اليوم اعلنت انفيديا عن بطاقاتها الجديدة 4060 Ti و 4060 وال4060 يأتي بـ 8 جيجا بايت دعنا نبدأ بال4060 Ti يأتي بنسختين 8 جيجا بايت و 16 جيجا بايت VRAM طبعا الكروت الثلاث يأتي بمعملية Ada Lovelace وتدعم تقنياتها مواصفات ال4060 Ti كالتالي كما ترى انفيديا مقارنه مع 3060 Ti و 2060 Super نفس الفئة من الأجيال السابقة يأتي بـ 22 تلفلوبس مقارنة مع 16 و 7 الأجيال الجديدة من RT Cores والTensor Cores بدعم DLSS 3 و AV1 لكن الذي نركز عليه هو الذاكر يأتي بنسختين 8 جيجا بايت و 16 لكن باندويت الرام نزل من 448 إلى 288 انفيديا تدعو لأن الألتوكاش زاد من 4 إلى 32 ميجا بايت انه هذا الحكي سيعوض ويعطوه افكتف باندويت 554 لكن الأشي اللطيف أن TGP أو استهلاك الطاقة هو 160 واط أقل من 200 واط 3060 Ti وأهم أهم شيء هو سعر سعر نسخة 8 جيجا 400 دولار هذه الشغلة مبدئيا كويسة ولكن نحكم على الأداء ونرى القفزة بالسعر مقابل الأداء هل تستاهل أم لا؟ ونسخة 16 جيجا بايت بـ 500 دولار ستدفع 100 دولار فقط على زيادة 8 جيجا بايت في الرام أما RTX 4060 التي هي مواصفاته أمامكم سأتي بسعر أطلاق 300 دولار يعني أقل بـ 30 دولار عن 3060 ولكن سأتي بـ 8 جيجا بايت في الرام سنتظروا النتائج عشان نرى هل يستاهل أم لا؟ موعد أطلاق الـ 4060 Ti 8 جيجا بايت يوم 24-5 أما نسخة 16 جيجا بايت منه والـ 4060 إن شاء الله بشهر سبعة ولكن ما أعنى أنه متى الضبط فالأسعار 300-400-500 كلهم موجهين لـ 2 ATB فأكيد كرتة الـ 500 دولار غالية جداً والاختبارات ستبين هل إنفيدا توفقت بخيارة 8 جيجا بايت ولكن رأينا الشخصي إحنا مقتنعين إن إنفيدا ستنزلو 4060 Ti نسخة 8 جيجا بايت فقط ولكن بعد دوشة الـ V-RAM اللي صارت آخر فترة قرر نزله نسخة 16 جيجا بايت والإشي اللي بثبت هالكلام إنه بس نسخة 8 جيجا بايت إلا Founders Edition لاثنين نفس المواصفات فقط سعة الـ V-RAM تفريك وطلق 16 جيجا متأجل لشهر سبعة لغاية ما الشركات تصنع هاي الكروت فشوايك وإنتوا بهاي المواصفات والأسعار خبرونا بالتعليقات هل إنفيدا توفقت ولا خربت على حالها بزياد وانتظرونا بالمعاينات إن شاء الله